رجعت لكم ببارت جديد وده هيكون اخر بارت وكده نكون وسلنا الرسامة يلا بينا نكمل قال لهم مايكل سفينة كرسنة بصوروا غايل وارسل ملاقوش كلام يقولهولو راح قال لهم بعصبية اختي انت لو كان عندك فرصة تانية كنت هتختاريه برضو قالوا غايل عرصتي العزيزة هي سيدة دكاية جينيت ده غير انها متجاوزة من كبطان الكرسنة في البحر الشرقي قال مايكل لنفسه الكرسنة دول زي كطعة الطرق عندهم غريزة وحشية قوي جواهم اتنرفز وطرب التربيزة جامت بايده ورح قال غايل فون جينيت بصوله غايل باستفزاز وضحك لانه عارف ان مايكل مش بايده حاجة فكر مايكل ازاي عايشة وسطهم يا اختي حتى انك متجاوزة من زعيمه قربت ارسل منه وقعدت هالأرض بصلا هو متضايق لانه فيهم انها عارفة كل حاجة وعارف حتى انه ما يقدرش يتخانم مع غير انه ضحك عليها لانه هو ما اكبرهاش على الزواج هي اللي اقترحت عليه وفتكر لما طلبت من غير الزواج هيبتتكلم معاكة بتترعش قوي بس مسكت نفسها عشان تحميه ساعتها قام مايكل وبعد عنهم وقال لهم انها اخرج شوية لما خرج مايكل من القوضة قالت ارسل افتكرت انه هو هيكون مدهي اكتر من كده لما يارف حقيقة قال لها اه كنت فكر انه هو هيادب التربيزة عموما ما تخفيش دي مشكلتي معايا وانا هحلها دخلت سياتة المكتب عشان تصب لهم الشي سألها ايه هي اتجاهات الوحش في انحاء الجزيرة ردت سياتة انا جالي تقرير من فريد لستطلاع ان الوحش حوالين الجزيرة تراجعت فرحة ارسل كمل غيل بس برضو لازم ان يتحقق اسكيات الوحش دي بعدت ولا الوحش دي اللي اتقتلت قالت سياتة انا بلغتهم بده قلت لهم ان هما يستطلعوا الاماكن اللي حوالين انا علشان كده اعتقد ان هما هيكتشفوا دق رايب سألتها ارسل غير ده فيه اي ضرار لقى الجزيرة تانية حوالنا ردت سياتة لأ بيقولوا ان ما كانش فيه اي حاجة تقريبا بس برضو انا بعدت الشخص عشان يتحقق في الامر بس سأل لي حاجة غريبة جدا قال لي لما كانش فيه حتى وحش واحد جنب الجزيرة اللي بيكون فيها القرصنا التانية صدمت ارسل وفكرت هو السبب ورا ان فيه حوش كتير قوي حوالين الجزيرة ان هما عايزين حاجة معينة جواها بس غير على ارسل وهي بتفكر وقال لي نفسه هي قالت قبل كده ان هي ما عندهاش اي نية انها تتجاوز مرة تانية انها مش عايزة تعمل اي حاجة ممكن تزعزع استقرار حياتها بس لو لقت شخص مستقر مش هيغير رتين حياتها هتتجاوزه رح قام اغير ورح قال لها اعتقد ان انا لازم اتخلص من انا فأسرع وقت ممكن ان دهجت ارسل وبصت له ما فهمتش ايه اللي حصل فجأة رح اوصلها وابتسهم وفكر اكبر مشكلة بتهدد سلامة جينيت دلوقتي هي انا في الاول ما كنتش مهتمة اوي بيكي كده يا ارسل بس دلوقتي الامور بقت مختلفة تماما دلوقتي بقى عندي اخيرا هدف هتطر ان انا شيل انا من جينيت مبقاش مهم ان انا كن نفيد في نظر العيال ملكة انا بس مش عايز ان انا سيبها في مكان خطير زي ده لان انا مش عايز انفصل عنها قامت ارسل وقالت له انا هروح لمايكل دلوقتي خرجت ارسل وحست ان هو هيروح لأعلى مكان على الجزيرة علشان يشوف البحر وفعلا رحت لأعلى برج على الجزيرة طلعت لقيت مايكل هناك قالت له بهزار انت ايه اللي جايبك هنا ده المكان ده مرتفع جدا انت عرفت ازاي تطلع قال لها اختي وراح ودى وشه الناحية التانية قالت له انت متضايق مني قال لها لأ استحيل انا متضايق من نفسي بسط له ارسل وافتكرت نفسها في حياتها الاولى لما كانت برضو حست تقنيب ضمير ان اختها بتضحي عشانها حطت ايه ده على وشه قال لها مايكل ارجوكي ما تضحيش بنفسك اكتر من كده انا ممكن كنت صغير ساعتها بس انا فاكر كويس اوي كمان اذا انت تفعتي عشان تحميني علشان كده ما تعمليش ده اكتر من كده ما تضحيش بنفسك عشان الناس التانية حتى لو كان ده انا مش هقدر استحمل ده اكتر من كده قالت له انت ام تكبير تقوي كده قال لها بسببك بسببك قدر تكبر كويس بس ده برضو مش معناه ان انا غيرت رأيي انا عايزك تطلعي بسرعة لان بقائك في المكان الخطير ده بيعصبني خلصت ارسل الكلام مع مايكل وغيرت قدومها وراحت قدتها فتحت ارسل باب القوضة مرقيتش غاهر استغربت انه هو مرجعش لحد الوقت قالت لها ليلي اه صحيح سيادة السفينة انا جد لرسالة من سفينة الكرسنة سألتها بسيان ولا فرساني هيكل قالت لها لأ بسيان بيقولوا ان السحراء زهقوا من الانتظار ضحكت ارسل وردت بجد عدت التاريق عليهم ليلي وقالت لانهم استعرضوا كواهم السحرية في كتر الوحوش بقوا متضايقين لانهم مشوفوش حتى سفينة واحدة من جينت ممكن عشان السبب ده بقى مغرورين بفوضهم وفاكرين ان هما يقدروا يهزموا جينت جير غايل من وراء ليلي وقال ان عايز اعدي خافت ليلي قال لها وفي ايه هو انت مسعيد عشان جيت له غرفتي ولا ممكن عروسي قالت للخادمة الواقحة دي انها تخليني بره قطي اترحبت ليلي وقيت له انا اسفة ورحت جريت بص غايل اللي ارسل وهي بتتحك رح قرب منها وقال لها هو انت كنت بتتكلمي عن السحراء اللي بعاتهم من في سكونت بر قالت له ايوه واضح ان فيه شكاوي كتير قوي منهم فتح لها باب القوضة ودخلت قال لها بس برضو عدد الوحوش قلت قوي بسببهم ده هيخليهم مغرورين شوية وانشغلهم بالوحوش هيخليهم يبطر يشتكوا قيت له دي حاجة كويسة جدا قال لها كويس ان عدد الوحوش قلت ولا كويس لان الشكاوي الصحر هتقلم عمرور الوقت ردت الاتنين قال لها ممكن تكون الاخبار مش كويسة جدا زي ما انت فكرة لما يجي الامر ناحية الوحوش احنا لازل نسأل نفسنا الوحوش قلت لان ببساطة تقبض عليهم ولا لانهم رجعوا تاني لانا عموما لما الضباب حيقل ممكن يقدر مايكل ان هو يستكمل التحقيق بتاعه قالت له طب عصبية الصحر هنتصرف معها ازاي قال لها كده كده احنا هنتصرف معاهم وازاي بقى هنتصرف مع الصحر نفسهم هو ده السؤال ردت انت عندك حق ورح تفكرت كده كده مستحيل ان احنا نسيبهم يعرفوا اي حاجة عن البحر الشرقي لان هما هيكونوا ضيوف بحر بعد كده صدبت من تفكيرها وقالت ايه ده وانر الدرجات دي بقت متعودة على حياة البحرية القاتلي بقى سهلة قوي كده بالنسبة لي افكاري بقى اتعملت من اكتر السكان الجزيرة سألها عايزانا نعمل ايه معاهم ردت عليه وهي ايدها بتتراش ماينفعش نسمح لهم ان هما يرجعوا ببساطة سألها انت مترددة قوي كده لي قلت له وهي بتتراش اخذ حياة الاخرين امر مفروغ منه وصلاح الجزيرة بس بصراحة انا لسه مش متعودة على عدال حد الوقت قالها طب ايه رأيك في ده انا بخطط ان انا سيبهم عايشين بخطط ان انا اضغط عليهم وقاعد يقرب من ارسل اضغط عليهم تدريجي هنلاقي طريق علشان نضر بيها في سكنتبار اللي بعت السحرة وبعد كده اضغط دهاس ايه رأيك يا عارسة الزكاية دايما عارف كل حاجة وعارف حاجات سرية كتير قوي زي تسنامي اللي جاي من انا اندهش تقرسل وسط غربت جاية من انا سألها غايل انت عرفت ازاي عن تسنامي قالت له انا مكنتش عارفة ان تسنامي جيه من انا سألها كنت عارفة انه جاي بس مكنتش عارفة انه جاي من انا قاعد يقرب لها اكتر وهي ترجع لورا قالت له انت مجبوهة جدا المفروض اعمل ايه بخصوص ده وقال لي نفسه انا معرفش حتى المعلومات الموجودة في الرأس الزغير الجميل ده ومفيش اي طريقة عشان اعرفها الامر مجبوه ومريب جدا وقدت ارسل وشها الناحية التانية بس لو كان الجمال ده هو طريقتك انك تتجنب النقاش معي خلاص ما عنديش اي طريقة جال ان انا العب معك شوية قاعد يقرب منها اكتر وهي ما بقتش عارفة تروح فين ع السرير قال لها نفضولي جدا وحاسس ان انا عايز اترجاجي علشان تقولي لي سرك ارسل حطت عينها في عينه وقايت له تحب تجرب انه انت تترجاني فكر اغايل خلاص ما عنديش اي حال تاني جال ان انا عامل كده ورح اقرب منها وتقبلها اندهش هتقرسل وحابت ترجع لورا ع السرير قرب منها وقال لها انا عايز اعرف سرك اللي ما عرفهش لانا ولا مجل لفضلي تصرفي بشكل مشبوه كده ايه ان انت فاكرة ان انا مفروض اعمله انا لما كنتش واصق فيك عمري ما هكون بالقرب ده منك شخص مشبوه زيك وعنده اثار كتير كده عمري ما كنت هخطط ان انا سيبه جنبي عايش لموت الثلاث سنين لحد الوقت وبدل ما بعذبك انا بترجيك هو ده مش دريك كفاية ان انا بواصق فيك فكرت ارسل لحد اللحظاتي لسه غير رحيم بيا زي ما قال انا مشبوهة جدا هو عنده طرق كتير عشان يعرف سري بس السبب اللي خلاي ما يعملش كده لحد دلوقتي هو رحت غمضت عينها وقايت له ارجوك كفاية كده الله قصدك ايه قصدك ان انا مش بواصق فيك ردت عليه لأ انت عملت وقول كده كأنك كأنك بتحبني قرب انها غايل اكتر والف ودنها هو الموضوع ما كانش باين قبل كده اندهشت ارسل وشها احمر وافتكرت كل اللحظات بينهم هو كان بيعملها ازاي وقالت نفسها هو انت فاكر ان انا مكنتش عارفة ده من البداية بس افتكرت ان انا غلطونا وعدت غلط نفسي بس واحدة واحدة بدأت احس بديك في التنفس لان انا عارفة من الاول الايجابة الايجابة اللي بتخنقني بعد عنها غايل وقال لها حديكي وقت عشان تفكري في الامر خرق غايل وقفل ورا الباب وقف على الباب وقال لو كنت في تلتة اكتر من كده كانت رعشتي حدبان قدامها ومشاعر الحقيقية حدبان قدامها انها جميلة جدا بتخليه مشتق لها قوي ومش قادر اصبر وعلى رغم ان عينها كان بتترعش بس ما تجنبتنيش اتغيرت شوية عن مرة اللي فاتت بس لسه لسه مش كفاية لسه شوية بعد مخرج غايل ويفة ارسل وقالت خطير هو شخص خطير قال لي مايكل ان انا مضحيش عشانه بس ايه الاختيارات يعني اللي مفروض اخدها دلوقتي غايل شخص خطير شخص كنت خايف ان هو يقزيني فيه من الايام حوالي تهديدات كتير وبرده هو شخص مضمنش سلامته شخص ممكن يتقذى بشكل كبير في اي وقت انا مشاعر حقية اتجاهه وراح تسجدت اندخل غايل القوضة تاني بعد الاستحمام وراح قال لها انت ليس هقف عندك انا فكرت في الموضوع شوية بس اندهشت ارسل وافتكرت ان هيرجع تاني يفتح الموضوع وشه احمر كمل غايل لو بقت علي الدهاس عايزة تسيطر على جينت ما ينفعش ان انا نسيب الموضوع ابتر من كده فكرت اه ها بيتكلم عنده كمل غايل ممكن يكون في طرق كتير وبما انه الناس بيقدروا شرفهم فانا اول حاجة هعملها ان انا هدمر شرفهم شخصيا خافت ارسل وقيت له مستحيل انت عايز تعمل حرب اقليمية في المنطقة سألها ليه انت مش عايزة ها مش انت الشخص اللي قال لي ان انا مقتلش السحرة وانا معديش الشخصية اللي تخلينا تجنب القتال افتكرت ارسل سكانين جزيرة وقاريت نفسها بس لما تندلع الحرب ساعتها سكان الاقليم وحتى الفرسان هيتصابوا وانا عرفش اللي هيحصل بعد كده واحنا منشغلين عن انا مسكت ارسل لما انشافه حوالين رقابته وانا شيفت وشه وقالت له ممكن يتأذر فرسان بسببهم عشان كده اعتقد ان الحرب هتكون ملازنة الاخير مسكت اهو قال لها ماشي مضيفة جينات الحكيمة في طريقة تانية في رأيك ردت عليها ومش احنا عندنا عقد بين الفسكنتبار والقرسنة بالسيان مفيش عند الفسكنتبار القدرة ان هو يرسل السحرة اقوية كده قال لها ايوة لما اتحققت في الموضوع اكتشفت ان يعل الديهاز هي اللي بعتت السحرة مش فسكنتبار سألته هو في اي دليل ان هما تواصلوا مع بعض الله اهو عندنا دليل ليه عايز استغطميه قلت له فسكنتبار عمل عقد ان هو يساعد الكرسنة في المقابل ان الكرسنة تساعده في ان هو يهكم على جينت وورا عائلة الفسكنتبار في عائلة الدج ديهاز من بعيد ممكن يباني ان هو الكتال بين ديهاز و جينت بس في الحقيقة الدج ديهاز عمل جيش من الجرم ما يعرف الامبراطور كل اللعناء ان احنا نعمله ان احنا نقول ده للعائلة الملكة الامر ما بقاش بس ان هما بيحاول يهجموا على جينت لا كمان ده كده ممكن يعمله تمرد وخيانة بس ما بقى انها عائلة سهمت في تأسيس الوطن مش هيتهموها بالخيانة بس على اقل تقدير هيتهانوا في ادنهم ما يظهروا صدق ان هما ما كانوش عندهم اي علاقة بالخيانة وكده الجيش اللي هو عمله حيتفكك عشان يثبت ان هما مش بيحرد على الخيانة قال لها دي فرصة حلوة جدا للي هزمته بس فيه مش كده المعروف ان انا من اصعب الكرسنة اللي مش من السهل هتقبط عليهم بسهولة في البحار الشرقية والسبب اللي خلى العيالة الملكة ما تقمرش بيخضع جينت لحد الوقت ان فيه مقر لينا بيمبر الرئيسي بالكرة الغربية يعني في النص ولو لقوا طريق ان هما يقبضوا على كرسنة بسيان اللي عملت عقدة مع دوك دهاس بحكة التمرض هيكون عايزين يخلصوا من الكرسنة وساعتها ممكن الامبراطور يقمر جينت بيخضع بسيان انت بقى عايزيني اروح قدام الامبراطور وقطع روصي وقدم هالو قلت له لأ مش قصدي كده نحن لازم نتأكد ان الكرار زي ده ما يقصرش على جينت عشان كده خلينا نعمل بسيان كرسنة معترف بيها ساعتها هيبقى يحقلنا ان هنهاكم سفن الاعداء من جير محد يقولنا حاجة خلي جينت والصحر اللي في سفن بسيان يتقاتلوا مع بعض وكد فرسان جينت في المعركة دي هي اللي هتفوز ولما طوبت فرسان جينت على الكرسنة في التحقيق حيبان ان الصحر بيبسوا لبس مختلف تماما عن لبس الكرسنة ساعتها حيبان ان الامر مجبوه وفي نهاية التحقيق جينت حتقود بحزن ان عائلة دي هاس بتقفر الصحر ولما تروح للقصر الامبراطوري عشان تسلمهم تعلن ان الدج دي هاس حاول يكون جيش تلت قال لها بس ده مش هيخليهم يوضي على بسيان ردت عليه عدد الوحوش في البحر الشرقي زادت والواضح ان فيه اشخاص من الداخل عانوا من الضرر ده والقرسنة يقدروا يسيطروا على الواضح حتى في مكان فيه وحوش كتير لانهم ملمين بالبحر الشرقي اقترح عليهم ان احنا نستخدم بسيان عشان تبيد الوحوش وفي الوقت ده هيكون كرسنة بسيان تابعة للعائلة الملكة ولما يتم هزيمة الوحوش هنقضي على الكرسنة دول فكر غير انت قصدك ان انا هنقضي على الكرسنة بسيان كملة ارسل لما يصبح بسيان الاسطور الخاص للعائلة الملكة مش هيكون غريب ان الفرسنة جينيت تتعاون مع الكرسنة لفترة من الوقت وساعتها فرسنة كلهم هيشتغلوا مع بعض وهيكون في العلن مش هيكون في حاجة عشان نخفي هويتنا عشانها وساعتها محدش هيشك فينا قال لها دي فكرة كويسة بس لسه في مشكلة لو بقى بسيان جزء من سفن العائلة الملكة ساعتها مش هيقدر بعد كده يشتغلوا في البحر ردت ارسل من اللي انا سمعته قبل كده اعتقد ان الكرسنة معندهمش مشاعر خاصة تجاه اسمي بسيان قال لها ايوة الدخل هو المهم مش مهم الاسم قالت له ممتاز العقد مع العائلة الملكة معمول باسمي بسيان بسهولة هنغير اسمي بسيان وصفه ان الكرسنة هيتغير اسمها الاسم تاني ويرجع تاني لشغله وكده مفيش اي حاجة تلزمهم اندهش غايل من الفكرة وقل نفسه اتعامل مع الاعداء واجني الفوائد بقل الخسائر واخد كامل اللي انا عايزه الحلة دي هيبقى التعامل مع الحوش اسهل انه هيكون بدعم العائلة الملكة وحيددونا كمان صحر عشان نتعامل بشكل اسهل وكده هيكون كمان تحت عين العائلة الملكة هي زائر تجيب حلة زي ده راح قال لها ارسل رايج جميل جدا بس هو انا ممكن اقبلك دلوقتي اتفاجهت ارسل والشاحمر وبعدت ايده وقالت له لا غايل احنا مفروب نتكلم دلوقتي بجد قرب منها ورح بسرسها لها افتكرت انه ده مسموح بي من وقت للتاني ورح بعد عنها راح الاتنين يناموا نامت ارسل وقاعد جنبها غايل بيقول لها انا في بعض الاحيان بسأل نفسي انت موجودة ازاي فجأة ظهرتي وطلبت ان احنا نوقع عقدة مع بعض ازاي عرفت سر الجينيت اللي محدش غريبي قدر يعرفها ابدا عشان كده احيانا بحس ان انت عارفة المستقبل ارسل انت مين لو سألتك مرة تانية مش هتهربي زي ما عملت قبل كده ميسيك خصلة من شعراه بسها ولا ايه اللي انا المفروض عامله دلوقتي فجأتيني النهاردة فكفاية قوي على كده وخلينا ننام راح غايل يقفل الستاير بص من الشباك لقى مايكل واقف تحت وبص سلو نزل له غايل وقفه مع بعض قال له مايكل هو متعصب ان الحد دلوقتي مش قادر اصدق الدوق متورط مع الكراسنا وعمال ينسب على الكرة كلها وانت متوقع مني يعني ان انا حفظ سر مهم زي ده واخده معي للقبر رد عليه غايل على فكرة اختك الجميلة معي برضو في نفس القارب عشان كده من مصطحة الجميلة ان انت تحافظ على السر ضغط مايكل على اسنانه وقال له انا عارف انا قطعت وعدة مع اختي وقدى وشه الناحية التانية وفكر انا جيت هنا علشان اوضل مع اختي مش عشان اشوف الرجل اللي عين ده وفي نفس الوقت كان غايل بيفكر اخو زوجتيك جميلة مش لطيف بالمرة بس لازم اتحمله رح سأل غايل بالمناسبة ايه وضع الوحش في انا قالولي ان الضباب قلب نسبة كبيرة رد مايكل ايوة الضباب اختفى بشكل كبير ولو قربت اكتر شوية اعتقد ان انا اقدر اشوف اللي موجود في النص ولو ما كانش فيه هناك اي وحش تقريبا ساعتها اقدر ان اخترك انا ودمرها سأل غايل تدمير انا هو انت بتقول ان انت عايز تقضي على الوسيط الوحيد اللي بتجمع من خلاله القواة السحرية وازاي بقى هتوصل هناك ده مكان مليان بالشعب المرجنية ومليان بالوحوش هيبقى صعب السفن تدخل فيها رد مايكل ايوة انا بتوقع حرب طولية الامد حتى لو خدنا وقته طويل حفظه في المكان الموجود في اختي ماينفعش اسيب انا تهدد حياتها اكتر من كده ودلوقتي دي فرصتنا بسبب ان عدد الروحوش قلت والضباب كمان بس ده غريب وليه اسلافك مفكروش في الطريقة دي من اللي انا سمعته انا فضلت تكبر كل شوية مع الزمن ليه بقى مفكروش قبل كده ان هم يتخلصوا من انا تماما قبل ما تكبر بالشكل ده سكت غير وقال لي نفسه علشان كده مكنتش عايز اتخلص من انا لان انا برضو حاسس بالفضول ليه يصبوها كل ده بس عشان يرقبوا العيلة الملكة ويحطوها حد بس برضو جنت بتغسر كتير قوي اكيد كان فيه وقت ما كانتش فيه الوحوش بالعدد ده فليه ما تخلصوش من انا عموما انا امرت مجموعة من استخبارات انها تبص في السجدل السابق للعيلة هنكتشف ده عاجلا اما عاجلا تاني يوم قاعد مايكل وغايله وارسل ياكلوا مع بعض غايل ومايكل قاعدوا جمع بعض وارسل قاعدت قدامهم بس قاعد غايل ومايكلوا بينهم مسافة كبيرة جدا استغرابت ارسل من تصرفهم بس يسكتت قالوا لها على خطتهم انهم يتخلصوا من انا والمعلومات عنها مش دقيقة علشان كده هيتطروا ان هم يرجعوا تاني لان عشان يدرسوها اكتر لان فرص ان الوحوش تقل في الطريق مبتحصلش كل يوم قاعدت لهم لو فيه طريقة زي دي يبقى لازم تروح بسرعة وارسل بتاكل كان بتترعش انها خايفة لانها عارفة ان الريحلة المرادي هتاخد وقتها اطور بكتير وان الاتنين هيغيبوا الفترة طويلة وافتكرت لما كان غاية نايم جنبها في الليلة اللي قبلها وانها ادركت ساعتها انها بقت متعودة ان هو بينام جنبها كل يوم بقت متعودة على وجوده ولما لحظت تفكيرها وشها حمر وحطت ايدها على وشها افتكر غايل ومايكل انها متضايقة رحوا قالوا لها لو الامر مش مريح ليكي ممكن نجرب طريقة تانية قلت لهم لا دلوقتي هو الوقت المناسب ان انتوا تتحركوا عشان كده يزم تروحوا باسرع وقت حتى لو ما قدرتش ان انا نايم بسبب القلق مرة تانية استنوني في بارتك جاي مش هتاخرع لكم باي